تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية استضافت مدرسة بيان البحرين وزراء ومسؤولين بحرينين ضمن فعالية الطاولة المستديرة إرشاد الأجيال القادمة تأتي فعالية الطاولة المستديرة ضمن أسبوع التوعية المهنية الذي نظمته المدرسة وتضمن عددا من الفعاليات المصاحبة من أجل مشاركة طلابها سبل التعلم المهني وبناء فهم متكامل لعالم العمل وبهذه المناسبة عبرت رئيسة مجلس الأمنى بمدرسة بيان البحرين الدكتورة الشيخ مي الاعتابي عن سعادتها بانضمام الوزراء والمسؤولين ضمن الطاولة المستديرة مما يمنح نطاقا أوسع أمام الطلبة للحصول على المعلومة المتكاملة فيما يتعلق بمتطلبات سوق العمل وأوضحت أن الفعالية تمهد الطريق لإرشاد الطلاب باختيار التخصصات الأكاديمية في الجامعات الوطنية والدولية المطلوبة بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستقبلية المحلية والعالمية مبينة أن مشاركة الطلاب اهتمامهم المهني يؤسس لحسن الاختيار في المرحلة الجامعية دون المرور بمراحل متعثرة وتخلل برنامج الطاولة المستديرة حفل افتتاح ألقى خلاله سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة كلمة أمام الطلاب وفي ختام الحدث تم تكريم سمو محافظة المحافظة الجنوبية والمشاركين في الطاولة المستديرة من المساعي الهادفة والرامية للتوجيه المهني ومساعدة الطالب على فهم نفسه وتحديد ميوله للاختيار المناسب لمهنة المستقبل تلك هي أهداف أسبوع التوعية المهنية الخامس الذي ينطلق من مدرسة بيان البحرين متضمنا فعاليات متنوعة تحاكي التخصصات الجامعية المتاحة لمتطلبات سوق العمل رحب رحب فيكم في مدرسة بيان البحرين في الفعالية الخامسة لأسبوع المهن هذه خامس سنة نحن نسويها في المدرسة السنة التركيز كان عن التكنولوجيا وعن فعاليتها ومثل ما بتعرفوا حاليا نحن عايشين في عصر كل يوم بعد يوم في تطورات جديدة وبالتالي نحن هدفنا الأول من وراء هذه الفعالية نحن نعرف طلابنا على أحدث المعلومات المختصة في التخصصات الجامعية على أساس يختارون الأفضل لهم والأفضل ليخدم وطنهم واقتصاد وطنهم بعد تنظيم اللقاءات والندوات وحلقات النقاش بين الطلبة والمسؤولين في مختلف المجالات لها نعكاز إيجابي كبير على الطلبة حيث تعتبر الطاولة المستديرة التي نظمتها مدرسة بيان البحرين طريقا لزيادة وعي الطلبة ومن أجل اتساع قاعدة معرفتهم لرسم مستقبل يحقق لهم طموحهم وميولهم في ضوء حاجة المجتمع تحرص مدرسة البيان في هذه الفعالية اللي هي فعالية الأسبوع التوعية المهنية وهو في سنة الخامسة حاليا على توعية الطلبة في المجالات اللي حابين يدخلونها من بعد التخرج المجالات اللي تواكب عصرنا الحالي تواكب التكنولوجيا ففي كذا فعالية منهم الطاولات المستديرة منهم مقابلات منهم أخذنا الطلبة في جولات في سوق العمل نفسه من خلال الطاولة المستديرة تناقشني مع الدكتورة الشيخة منيرا مدير عامل الأكاديمية محمد بن مبارك لدراسات دبلوماسية أهم الركائز وطرق تمكين الشباب في الانخراط في العمل الدبلوماسي وطبعا يعني شكر عودة مدرسات البيان بقيادة الشيخة الدكتورة ماي بن سيمون العتيبي على جهودها أن مكناتنا احنا كطلبة مهتمين في المجال الدبلوماسي فالتعرف على قامة دبلوماسية مثل الشيخة منيرا والتعرف على ركائز العمل الدبلوماسي في مملكة البحر اختيار التخصص الجامعي ومن ثم العمل مستقبلا في وظيفة تتناسب مع ميول الفارد وتحقيق طموحه جميعها عوامل تؤسس لقاعدة صحيحة لتوظيف الشهادات الأكاديمية مع الخبرة المكتسبة في مكان العمل من أسبوع التوعية المهاني تنطلق هذه المبادرة من مدرسة بيان البحرين في كل عام من أجل تعزيز وعي وتقفة الطلبة وتهيئتهم من نحو اختيار التخصص الجامعي لهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين